اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان شاء الله راح تبقى هم متحة ان شاء الله لا ان شاء الله يرجع الدوري ومثل ما انت تفضلت البركة بالموجودين اذا اهلا بكم مشاهدين الكرام ودعونا نبدأ الوقت الاضافي لهذا اليوم وسيكون هو وقت مهم جدا للاحداث المهمة التي رافقت هذا اليوم والبداية بكل تأكيد اليوم قد يكون هو الشغل الشاغل للوسط الرياضي هو قانون الاندية الذي من المقرر ان يتم التصويت عليه اليوم في البرلمان العراقي وهذا القانون الذي لاقل كثير من الاعتراضات من قبل رؤساء الاندية ورؤساء الاتحادات الاعتراضات كانت تسعين بالمئة على فقرتين فقط والباقي يمكن باقي العشرين او الخمسة عشر بالمئة على بعض الفقرات البسيطة وبالتالي الاعتراضات الى الان مستمرة وقد يقر القانون هذا اليوم في جلسة البرلمان لكن بداية دعونا نستمع لبصمة صوتية من السيد عباس عليا ورئيس لجنة الشباب ورياضة نيابية ماذا قال عن قانون المقرر لهذا اليوم وايضا ماذا قال عن بعض المشككين والمعترضين دعونا نستمع بالنسبة للموضوع قانون الاندية يعني انا حاليا يمي لجنة الشباب رياضية ويحبون يسلمون عليكم حقيقة قانون الاندية الرياضية بعد يعني جهود كبيرة بغلت في سبيل انجازة صارنا اكثر من سنة احنا نعدف هذا القانون وعقدنا الكثير من اجلسات مع الاندية الرياضية مع التحاصل الصحافة الرياضية مع شخصيات مهتمة بشأن الرياضي مع الحكومة وبالتالي لا بد ان يكون هناك قانون ينظم عمل الاندية الرياضية وكل القوانين هي طبعا نصير محل جدل مع محل اختلاف وجهات النظر لكن بالنتيجة لا بد ان يكون هناك قانون كل الاراء اللي انطرحت يعني بالاعتراض على القانون هي محط اعتزاز واحترام لكن اغلب المعترضين هي على فقرتين فقط فقرت تعدد المناصب وزدواج المناصب وفقرت دورتين انتخابية تحديد دورات الانتخابية وهذه انا شوفها يعني مو مسألة تخص المؤسسة الرياضية وانما هاي مسائل شخصية احنا ما نقدر يعني نضع قانون نفصله على بعض الشخصيات بقدر ما نخلي قانون يهتم بالمؤسسات وبالنتيجة هاي الفقرتين بالامكان الاخوة اللي متضررين اللي يجوء الى المحاكم للتفنيد هذه الفقرتين بامكانهم تقديم طلبات مشروعة بتواقية الى رئاسة الجمهورية الى رئاسة الوزراء بعد ان يقر القانون ويشعر في الجريدة الرسمية اعترافهم على هذه الفقرتين للتعديل للحذف فهذا شيء متاح للجميع لكن المهم يعني وهذا رؤيتنا واللي حاولنا جهد امكاننا ان ننخليه في قانون العندية شيء اكيد هناك يتفق مع الكثير من الاخوة القانونين وخاصة اللي استفادين من آراهم وخصوصا القانونيين اللي يعملون بالاتحادات الدولية واللجنة العربية الدولية استمعنا لآراهم وعطونا بعض الملاحظات اللي نحس بها هي تمثل طفرة مهمة بالقانون مثل الاندية اللي راح تؤسس على أثر وجود الشركات والتعامل مع قانونيين الشركات بالاضافة الى ان العراضي الموجودة للاندية اللي كانت سابقا يعني عليها جدل من قبل الوزارات في هذا القانون خصصت الى الاندية ومن حقها ان تقيم نشاطاتها من حقها ان تستثمرها هذا بالقانون كله موجود يعني اللي احب ان تقول ان القانون قانون للشباب رياضي لم تتدخل مع العلم هناك اعتراضات ايضا من قبل وزارة الشباب من قبل حكومة العراقية على بعض الفقرات هناك من يريد تقييد الاندية احنا ما قيدنا الاندية اطيناها مطلق الحرية في العمل واطينا مساحة كافية للهيئة العامة والنظام الداخلي اللي راح يأسسوني بالنتيجة انا اشوف ان هذا القانون مهم جدا لتنظيم عمل اذا طبعا كان هذا الكلام لسيد عباس عليوي اللي يوضح من خلاله نقاط مهمة جدا يعني كما قلت انه 90% من الاعتراضات شملت فقرتين هي فقرت ازدواجية المناصب وايضا فقرت الدورات الانتخابية دورتين انتخابية هذا ولد اعتراضات كثيرة من قبل رؤساء الاندية وايضا رؤساء الاتحادات قال السيد عباس عليوي بكل وضوح انه هذا القانون لا يفصل لشخصيات معينة بقدر ما يخدم المؤسسات الرياضية وايضا فتح الباب لكل الاخوان اللي اعترضوا او شككوا ببعض البنود في هذا القانون انه الابواب مفتوحة لاستقبال كل الاعتراضات والشكاوي بخصوص هذا القانون بعد هذا الكلام للسيد عباس عليوي كان هناك كلام قوي كلام كان فيه يعني اشبه بالوعيد والتهديد من قبل السيد شرار حيدر رئيس نادي الكرخ بماذا رد على السيد عباس عليوي دعونا نستمع لهذه البصمة الصوتية رسالة الاخ عباس عليوي يعني كانت يعني بها ساعة واضحة للأسف واول مرة اعتقد هو ديسي من قال انه الاصوات الطلعت هي مصالح شخصية اذكروا استاذ عباس عليوي شرار حيدر بحياته ما عنده مصلحة شخصية ولو ادي مصالح شخصية كان ساني قاعد في البرلمانة وقاعد فيه منصب كان انتميت لأحد الاحزاب كان دخلت انتخابات تشريعية ما كان طلعت معارضة واهل هنا بالسجون ومن رجاية ما انتميت المصالح الشخصية هم ما يعرفوها في مجلس النواب والتفاوضات السياسية والمصالح السياسية منه منه اللي يضغط على نواب التيار السادري او سائرون وفخلفهم سيد مقتده منه اللي يقدر يضغطهم وخاصة يعني وجود سيد مقتده اللي هي القوة الكبرى واحنا يعني هاي الاساعة ما عشنت متوقحة حقيقة لان الحد الام اللي تكلموا هم فقط اشخاص معدودين وحريصين واحنا كنا متواصلين في اربع مؤتمرات مع اللجنة الشباب والرياضة وكنا نتصرف بمنتهى الشفافية والثقة والمصداقية والادب ايضا من اجل مصلحة عامة اما اليوم من نتهم بمصالح الشخصية المصالح الشخصية للناس تضغطوا لجنة الشباب والرياضة لانعدهم مصالح شخصية مو احنا الاندي العانينا وتعبنا من الفين وثلاثة لحد الان وبينا ناس قبل الفين وثلاثة فكلمة الاخ عباس عليوي مردود عليها واعتقد اساءة واضحة انه والاسماءنا والتاريخنا وما كنا متواني بالنسبة لي ما كنت متوقع من الاخ عباس عليوي وقانونهم مليئ بالاخطاء ومليئ بالثغرات وخضوع تام لمؤسسة الدولة الرسمية اللي هي وزارة الشباب والرياضة ورح ننقل حتى هذه البصمة رح ننقلها للجنة الاولمبية الدولية واذا يصوت عليها وتنضرب المصالح الاندية كلها ومصلحة الرياضة العراقية بعرض الحار سوف تدول القضية لان ما عندنا غير خيار اخر قوي من السيد شرار حيدر وفي مردود على كلام السيد عباس عليوي وايضا فيه يعني اشبه بالتهجم على وزارة الشباب والرياضة من خلال قولة انه الوزارة خاضعة لهذا الموضوع وايضا قال ان القانون هو يعني مليئ بالاخطاء ولن نسكت سنصل لمؤسسات دولية ونشتكي على هذا القانون اذا هي بداية للدخول في نفق جديد قد يكون من المشاكل والتقاطعات بسبب هذا القانون ولنرى ماذا سيحدث بعد التصويت من قبل البرلمان على هذا القانون سيد خلف شنو رأيك بالليد يصير كلام سيد عباس عليوي كان واضح بخصوص القانون وايضا حتى قول سيد شرار يقول له كان صار اربع اجتماعات جلسنا مع الاخوان في لجنة الشباب والرياضة طيب بعد هذه الاجتماعات الاربعة معقولة في يوم التصويت على القانون يعني تظهر هذه الاعتراضات وبهذه الطريقة الكلام قوي من قبل السيد شراري خشام لكل أي قانون حتى يقر يجب أن تكون هناك دراسة مستفيضة وتوخذ كل آراء الناس المعنيين بهذا القانون سواء اندية أو اتحادات بحيث يوصلون إلى قناعة الجميع أنه هذا القانون يخدم الجميع سواء اندية أو الاتحادات بحيث الهدف الأسمى هي خدمة الرياضة بالوطن للأشخاص يمكن أنا هسم من خلال البصمتين اللي سمعناها أنا وياك أنه كأنه لخ شرار حدر يقول أنا المقصود بالبصمة يعني أكو إشارة في حين لو سألني الأخ عباس عليوي يقول لك لا أنا دا أتكلم هذا كلام عام هذا كلام حطينا القانون وريد نشوف مصلحة من مصلحة البلد لو وضحها قال لك هو ما يفصل على أشخاص بقدر ما يخدم مؤسسات يفصل على مؤسسة بس أنا حسيت يعني للأخ شرار حدر أنه كأنه هو المعني هو ما أخذ على خاطر من هذا الكلام كأنه هو كلام موجهة إلى فقط كأنه إلى موجهة أنا أقول حتى يصدر هكذا قانون أخ هشام خلي أقول لك على شاء الله وعده أرادوا يحطون لائحة لاتحاد كرة القدم الإماراتي لائحة جديدة طبعا راح أقول لاتحاد الدولي زاله لهم اضطوا اللواح اللي يعيدكم بالاتحاد الدولي ترجموها للغة العربية على منrestrial يكونوا تطابق مع الموديل يعني خاصة القضايا اللي مثلا نتهم اللاعبين اللي هم تحت السننة 18 سنة هذه ما موجودة عندنا بالدول العربية فموجودة بالاتحاد الدولي شو وقتي يقدر يحترف هذا اللاعب من وصير عمره 18 سنة هذه بالاتحادات لواحية الاتحادات العربية ما موجودة فقال لك خلي الروح وين للاتحاد الدولي جابوا جابوا كل الفقارات من الاتحاد الدولي وبدوا يقارنون وبدوا يطلعون الفقارات على مدى اسبوع اسبوع كامل دعوا الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم بقيادة يوسف السكاريس الاتحاد وبدوا يناقشون مادة مادة وفقرة فقرة من المواد هذي تمشي لو ما تمشي اكو بيها تحوير تعديل شطر ها تم الاتفاق خلاص وكان على الله اذا اليوم احنا انا اقول عمليتنا احنا في وضع القوانين يرادلها لجنة خبراء طيب ما قال لك هنا قاعد اربع اجتماعات ما بين الاندية واللجنة هاي شنو كانت الاجتماعاتها هي اربع اجتماعات والاخ عباس حليوي قال احنا قبل سنة نشتغلوا هذا القامل اذا فترة طويلة الفترة طويلة انا اقول خلال هاي الاربع اجتماعات او خلال هاي الفترة اللقاءات التقيتوا بيه ما قدرتوا توصلون الى نتيجة تطابقية يعني احب لك بس اردقات عكو اقول لك شنو رأيك بنسبة الاعتراضات العالية جدا على فقرتين اللي هي الزواجية المنصب وقضية الدورات الانتخابية لمدى الدورتين حتى قل لك صريحة يعني هو حتى حتى اللي كان رئيس نادي اذا كان عشر ستين او خمس طعام سنة بعد اقرار القانون بامكانه انه يستمر لدورتين يعني ثمان سنوات يعني شي يريد بعد طيب مو كافي شي يريد بعد على شنو الاعتراض بها يعني انت منتسيني على هاي لو تسأل اي واحد الان بالشارع الرياضي قد يكون مثلا ما هو مثلا ناقد رياضي ولا محلل ولا كذا كذا تقول له هذي اشتعني الاعتراض على هذي راح نرجع نقول هاي مصالح شخصية مضبوط ولا لا يعني ما يعني ما تقدر تفسرها غير تفسر حتى الازدواجية يعني شوف انا شو اقول حتى الازدواجية اي هو هذا صار عرف دولي بعد يقول لك هو خلاص زين هذا قانون دولي او عرف دولي اليوم انت تقول هذا النادي انا تعبت حليه لمدة خمس طعام سنة واشتغلت ودفعت فلوس من جيبي مثلا اه هسا ما نقول حصلت ما ناعدنا شغلة خلي شو نسولف اليوم ناخد راحت راحتك راحتنا ناخد راحتنا بالاسوالف اليوم كثير من راساء الاندية كثير واكو قلة اكو قلة محصلة من ال من من انديتها بس شلعان القلب بس شلعان القلب وما سبه وش طايم ولا هذا واكو اكو 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 لا اكو عالم مستفيدة استفيدة ماديا معنويا في مركز في جاه هذي موجودة اوكي الان شلون تريد انت تغير من رئيس نادي وهو مستفيد من الوضع اللي من الوضع اللي هو عايش شون راح تقنعه تقول بس هاي ثمان سنوات هاي ثمان سنوات وبس انا اقول احيانا معظم معظم الناس بالاندية وحتى بالاتحادات خشام بالاندية خلاص انت خلصت ثمان سنوات انا ما راح تركيك انت رئيس فخري للنادي مجلس شرف للنادي كثير من الناس الغيرين اللي يجون يعني اكو اندية تدريش بها انت تدخل مركز الشرف حتى اعطيك باش تدخل تدخل بالمبقصورة انت انت عضو مجد الشرف بس انتش تدفع لي تدفع لي مثلا بالسنة انا ااخذ منك خمسة مليون زين خلي نروح نسمع حضروا الاعضاء الاندية وشنو يعني اعتراضاتهم ومشكلتهم مع قانون الاتحادات والاندية معنا من النجف السيد فراس بحر العلوم عضو ادارة نادي نفط الوسط مساك الله بالخير سيد فراس ومرحبا بيك في وقت اضافي مساك الله بالخير والعافية حبيبي استاذ بشوام نظرنا رجبتني ورجو بارك الله يسلمك استاذ فراس انت يمكن هاي الفترة السنة اللي راحت انت من الناس اللي تشتمع مع الاخوان في لجنة الشباب والرياضة وايضا كأندي انتم جلستوا وطلعتوا على فقرات القانون اليوم بشدة خصوصا في هذا اليوم اللي هو اقرار القانون يعني نسبة كبيرة من الاعتراضات كانت حاضرة انتم كنادي نفط الوسط ابرز شيء اعترضتوا عليه شنو كان ابرز شكاويكم يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني تعرف الاندية كثيرة في العراق والاراق كثيرة مثل ما تعرف يعني لحد الان انا لا اقول لها اغلبية لكن البعض من الاندية كل من ينظر يعني لوضع الحالي يعني اعتماماتهم هي كانت انه موضوع الدولتين الانتخابية بالنسبة لعضو الادارة والرئيس البعض الاخر يشوفها معقولة لكن كانت تخوف انه هي هي بيئة الرجعي اعتقد وضح الاخ اباس عليه انه الموضوع مو بيئة الرجعي هي اما تكون بعد اقرار القانون تكون دولتين هذك او دولتين مثل فرق البعض الان من الناس يشوفها معقولة هذا الشيء من نسبة 8 سنوات يعني انت ممتاز يعني تعمل كثير اربع سنوات الاولى ومثل من الاربع سنوات الثانية نعم الموضوع الاخر انه هي الزوادية المناصر الآن انت من قرق القانون الاتحادات ايضا موجودة وهو اسم التسويقات الاكيد كما تعمل البنادي والاتحاد الموضوع هذا يمكن انه يكون انه اقر في قانون الاتحادات حتى حتى في النظام الاساسي راح يكون موجود نظام الاساسي الاتحاد كرة القدم يمكن ابرز النقاط هو راح يكون موضوع نعم نعم هذا موجود موجود هي ابروض القواني كلها بسلة واحدة قصية او قانون موحد للرياضة صح لكن احنا بيها الآن والآن هي موضوع الجلسة مستمرة ما عرفه او تسويق الامهم اكو فقرة جدا مهمة يعني الانبياء التسمية الانبياء عن الانبياء الحكومية على ان لا تستلم مبالغ من الحكومة طيب انت شون اذا هو نادي حكومي هو ما يستلم دعا من المؤسسة اللي هي حكومة شنو كان تفسير هذه النقطة هذا البنت شنو كان تفسيره بما ان ان توضحته احنا عندي حكومية والمفروض ما نستلم من الحكومة هذا من يشرع القانون لازم انت تتجه تتحول الى شركة لو شنو الموضوع لا ما بيئي تفسير شركة ما مبين لك ان انت تتحول الى شركة الانبياء في الشركات تختلف في تصنيف اخر اربع اشكال من الانبياء بالقانون لكن هاي انا اعتقد بها خطرة ان لا يعني هو نادي حكومي اه امصنف نادي حكومي اذا ما بيئي تفسير هذا الموضوع اللي يخلاكم في شك انه اذا نادي حكومي ما يستلم الحكومة طيب شنو وضع هذا النادي رأي يكون اي مارس يعني احتل غين هذا المفروض يملغى لانه هو النادي بدون دعم اموال هذا ممو مؤسسة ما يحمل هاي مؤسسة ما تحمل بلا اموال فهذا يصري لي تصحيح معروفة اوكي هاي نفتة البعض اللي ايه اهم جدا انه هم القانون يجيز لاستثمار الاندية من رجال الاعمال لشراء الاندية لقطقصة طيب انت الان كرئيس نادي ورجل الاعمال واجه يقيم النادي بموجوداته وقدم المبلغ واشترى النادي بنسبة تسعين بالمئة بنسبة خمسين بالمئة اشترى دفاع اموال طيب انت القانون يقول قانون التوصيق الانتخابات اهم الاندية انه انت عدة تسعبة ينتخبون من قبل هاي العامة صح ومن بعدها في اول اجتماع توزع المناسب رئيس ام يصير نائب اهم احنا عندنا نشوف باغلب الاندية بامكانك تتحقق اجتماع للادارة وبالتصويت خمسة مقابل ثلاثة وتستمع بالرئيس طيب هذا الرئيس اموالة من اللي يضامنها هو الرئيس اللي راح يجي يصرف يعني شنو الضمان اي شنو الضمان ما بها ضمان اموالة المقترح انه الرئيس ينتخب من قبل الهيه العامة حتى فقط الهيه العامة اللي يطلع من النادي اهم هذا جدا مهم هذا الموبر جدا مهم اهم هاي صار مقطين اهم يعني يقول البقية انه هي تتماشى مع وضعنا وقيت لك عن الاراقية مختلفة انت لي كثيرة بس قل لي انت سيد فراس يعني انت هذه النقطين الابرز اللي اعترضوا عليها الكثيرين خلي نقول له غلبية انت مع يعني كنادي انتم كنادي مع ازدواجية المناصب ومع الدورتين حتى ان كانت متتالية او متفاوتة نعم انتم متوافقين بس مشكلتكم مع هذه البندين قضية الاندية الحكومية يجب ان لا تستلم من الحكومة وقضية الاستثمار الضمان في هذا البند بس فقط ما عندكم اي مشكلة بالقانون لا لا ما عندكم اي مشكلة يا سلام عليكم اشكرك جزيلا سيد فراس شكرا وان شاء الله تحل هذه الامور اذا كانت خطأ يعني بالطباعة او خطأ بالصياغة فبالامكان ممكن تصحيح هذا الموضوع وسيد عباس علي ووضح قال لك اي مشكلة او اي اعتراض ممكن نستقبله قابل للتعديل وللتغيير بس انا اعتقد انه الفقرات الرئيسية اللي غير قابلة للتغيير ستكون هي قضية ازدواجية المناصب وحتى قضية الدورتين شام حتى اذا بعد اقراره بمجلس النوام هذا القانون تعرف ليش لانه انا حسب معلوماتي انه هذا رح يكون قانون موحد لكل الاتحادات لا انت تقدر تغيير به بعد اقراره من مجلس النوام ممكن تعدل عليه هسا اتحاد كرة القدم ممكن تعدل اه في النظام الاساسي خلنطيك هذه المعلومة هذه هم على مدار السبع ثمان اشهر اللي مضت النظام الاساسي في اتحاد كرة القدم بعد ما كمل اقراره من قبل الاخوان في التطبيعية بعثول الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي قال بعثول الهيئة العامة اللي هي الاتحادات الفرعية والاندية فكانك اعتراضات من قبل الاندية على فقرات معينة ارسلوها للاخوان في الاتحاد الدولي البعض تغير واحد من الامور اللي تغيرت قضية الشهادة كانت الشهادة حصرا كبند الى المرشح للرئاسة اوكي والنائب يعني يعفى منها اللاعب الدولي والاعضاء الباقي رح يكونون حتى لو اعدادية رفعوا هذا البند وخلوه اعدادية مفتوحة للجميع حتى لمنصب الرئيس بعض الفقرات تعدل لكن هناك اصرار على ان يكون قضية ازدواجية المناصب وحتى قضية الدورتين يعني هذه الفترة الانتخابية بالنسبة لي رئيس الكيام اخ عشان موضوعه كان ملذ مع الاخ في الراس خاصة حتى الجمهور يعرف انه الاندية المدعومة من قبل الوزارات او الحكومة او الحكومة اي مؤسساتي احنا نسميها مؤسساتي والاندية اللي هي اللي مثلا خلي نقول تابع الوزارة الشباب اللي ما عتها مورد مالي اللي عايشة على المنحة عايشة على المنحة الان هناك نقطة مهمة لازم انا وياك ناقشها والجمهور يسمحها احنا في دورينا دوري احتراف احنا نقول عليه دوري المحترفين في الدوري المحترفين عادة الاندية خلي يقول النادي كم لعبة به فتخة مستة العباد وعده رئيس مجلس ادارة نادي سين من الناس اوكي انت حتى تكون نادي محترف في كرة القدم وتلعب في دوري اسمه دوري المحترفين يجب ان لا تكون انت تابع المن يعني رئيس النادي العام ما يكون هو رئيس شعبة كرة القدم خلي نسميها حتى نسميها بالاحتراف نسميها شركة كرة القدم لنادي الزورة شركة كرة القدم لنفط الوسط شركة كرة القدم لنفط ميسان شركة الطلبة شركة صارت رئيس النادي خلنا اخذ مثلا على سبيل المثال خلي نقول نادي الطلبة اخذ على كاظم ما خلف خلنا اخذ انت تحب النادي على كاظم رئيس النادي وعيتهم كذا على لعبة اليوم من تروح انت تسوي نادي محترف في كرة القدم لازم ينفصل عن من عن لانه صار شركة ينفصل عن النادي الام النادي الام يبقى مجلس ادارته برئيسة الاخعلا مع اعضاء كهيكلية كهيكلية اش راح تجي راح تجي شركة شركة الها كيان خاص شبيهة بها اعظام مجلس ادارة بها تسويق بها ادارة بها قلم بها ذاتية بها مستثمرين هذه تعمل بمعزل عن من عن النادي الام لانه صارت شركة وصار النادي محترف الان حتى نجيب الاموال لهذا النادي شندور الانديا اللي معتها معتها مورد من الحكومة ش راح ندور راح ندور على مستثمر قد فلوس او نفتح باب الاستثمارات نقدر نجيب فلوس للنادي ولا لا يعني اليوم مثلا الانديا العالم من نتكلم احنا على الاستثمار يمكن الاستثمار يدخل يدخل فلوس اكثر من الانديا المحترفة لان فلوسها منين تجي يعني هاي حتى يسدون عقود ميسي ويسدون عقود رونالدو هاي القيم العالية من الرعايات من الرعايات نقل التلفزيوني كل شي موجودة اذا احنا هذا الجانب قد نكون احنا ما محققين انجاز به على مستوى التسويق يمكن انا مرة اه يمكن ضربت لهم مثل اه بال بالبطولة الانبياي سنة الخمسة وثمانين اخو شام اه نهاية الانبياي وصلت لثلاثين ثانية يسوقون لمادة خلينا نقول شبس يسوقونها ثلاثين ثانية خلال المباريات بتعرف المباريات كنت تسلي بيها توقفات كوي طايمات وكذا والتبديل ومدرشونه وصلت لثلاثين ثانية ستمية وتلاثين الف دولار هم 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 رقم مهول هك هم 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 ايضا خلنا نتكلم عن نقطة اللي اثارها سيد فراس ايه اللي قد تكون ايضا مشكلة يقولك انت منفاتح باب استثمار انا جيت واشتريت النادي ايه او اسهم النادي بنسبة تسعين بالمية ايه وبعد ما صير الانتخابات وحنا مجلس ادارة ايه بإمكان زيان انا شنو الضمان بعد ما دفعت كل هذه الاموال شنو الضمان اللي بالنسبة الي على انشان ما اخسر فلوسي يعني اثار نقطة رائعة جدا ايه انا اقول بما انه هي شركة خلي له هي عامة خلينا الناس اه هو يقول اذا طلع طلع تجتمع الهيئة العامة يا الله طلعها بس اعظام مجلس ادارة ما يقلوا ينطلعونها لانه لو بالفعل هذه هذه تجربة وهذه هذه راح نعاني منها بهذا القانون لانه القانون انت مثل ما انت تفضلت نقطة انت ثرت نقطة رائعة جدا انه هذا القانون معمر الزمن من تحتك بالعالم راح تلقى راح سنة ورا سنة تغير بالقانون تعدل من عنده ايه بس احنا احنا دائما صعوبتنا وين صعوبتنا من نخلق شيء جديد ايه وحا لازم تجيك موجة من الاعتراضات الناس تنظروا بمصالحها الناس تريد تخيم حتى على نادي يعني نادي اش قد تتبقى بي مثلا خمسين سنة زين العالم تبطل ما تشتغل بس انت رئيس نادي ولهذا انا اقول من اليوم راح تبدي موجات من الاعتراضات توقحها ومن المشاكل كثير من المشاكل طيب خلل الروح لقضية مهمة جدا جدا وفي يعني خبر قد يكون مفاجئ للكثيرين في كردستان بدأت ثورة جديدة هذه الثورة ثورة التغيير بدأت منذ يوم امس بعد ان قدم الاتحاد الكردستاني لكورة القدم الاستقالة الجماعية من مناصبهم في قرار اعتبر البعض غريب جدا لكن بعد ما استفسرنا من هذا الموضوع انه الثورة كبيرة جدا ستكون حاضرة في اقليم كردستان في تغيير سيشمل كل المفاصل الرياضية وخصوصا من يقود المؤسسات الرياضية البداية كانت بكل تأكيد مع الاتحاد الكردستاني وهذه لقطات حصرية من تقديم الاستقالات بالنسبة الاتحاد الكردستاني واللي قدموا استقالات هم سيفين كان برئيس الاتحاد وسلام حسين امين السر ودلشات صالح وسيروان نجم الدين وقاسم محمد هم اعضاء الاتحاد اللي قدموا بشكل رسمي الاستقالات وايضا من مصادرنا الخاصة وبشكل حصري سيكون البدلاء للاتحاد الكردستاني لكرة القدم طارق عبد الرحمن سيكون هو رئيس الاتحاد الكردستاني وعبد القادر حسين سيكون امين السر وازاد محمد ونوزاد صالح وجلال سعيد هم سيكونون اعضاء الاتحاد ايضا وصلنا خبر انه السيد محمد عزيز كان عضو في نادي اربيل ايضا استقال والمعلومات اللي عدنا انه وهذه القضية فيها اوامر من الجهات العليا في اقليم كردستان التغيير سيشمل الجميع جميع المفاصل الرياضية والقادر الرياضيين في الاقليم وقد تكون هي ثورة اصلاح في كردستان شن رأيك سات خلب في هذا الموضوع القرار قرار حكومة اللي يقدم عليه قرار رجل قوي صاحب سلطة متنفئ لكن من يلي وصل او اقنع صاحب القرار بهذا التغيير ما يسؤل الله يعني انا اليوم قررت انه ا fazendo ثورة في اقليم كردستان خلي نجي على على الأسباب الموجبة لو أنا أريد تغير باتعاد كرة القدم بالسلة بالطعر بكرة اليد اليوم أنا بتصوري راح تشيلك من جانب آخر اليوم الإقليم كيان بثلاثة أربع محافظات يقول لك احنا بعد هاي الأموال سوان بالشانة خلي نقول ميزانية الانفجارية إلى هذا اليوم شلو اللي قدمناه للإقليم من نتائج على مستوى العراق ككل سوان بالألعاب الفردية أو بالألعاب الجماعية حققنا اللي إحنا نطمحه إلي كإقليم أم لا هنا سؤال لهم أنا أقول إجت الإجابة لا لأنه مع كل اللي إحنا ديناعطيه هذا ريس ساسي إنه إحنا ما معاصل من وراكم شي أنتوا ما قدمتوا شي ربما أيضا عليهم ربما شبهات فساد مثلا لا سأمح الله مثلا يعني يمكن توصل التقارير ولهذا إجا القرار قال لك خلاص إحنا أكو حقبة من الزمن أنتوا عشتوها كروات قدتوا هاي الحركة الرياضية بالإندية أخذت وقتكم ووقتكم الآن خلين نغير لكن تبقى مسألة مهمة جدا أخوشان مرات أنت حضرتك في هذه القناة مقدم برنامج تقول أنا بعد فترة من الزمن يمكن ما رح قدم هذا البرنامج أو مثلا رح تنتقي لله مكان أعلى تقول بهاي القناة هي أتلي بديل أنا لو لا بديلي منه أو القناة هي أتلي ها لا هو التبذات إذا أنت صح بالقرار أنا أقول ما يخالف القناة نبسة خليه نقول القناة هي منية اللي هي الناس السياسيين اللي مسؤولين البديل يراد أنت تهيئ البديل يعني حتى لأت تفاجئ بعدين تقول لا حرام أطلان اللي وباقي على القديم أحسن من البديل ولهذا أقول عادة خليه نهيئ الكوادر نتعب على الكوادر نستفيد من أخطاء اللي سبقونا ومن ثم نعطيهم هذه المسؤولات طيب إذن هذا القرار كما تحدثنا هو قرار من الجهات العليا في إقليم كردستان التغيير سيشمل جميع القادة وربما حتى رؤساء الأندية واليوم أمس بدأت هذه الثورة وبعد زيارة البابة سنستمع للأخبار الجديدة من كردستان باستقالات كثير من القادة الرياضيين في إقليم كردستان إذن إذا كان يصف في مصلحة التغيير والإصلاح فأهلا وسهلا بهذا خطوات دائمة في كل المفاصل وليس فقط في الرياضة طبعا في مقابلة خاصة لبرنامج وقت إضافي قائد القوة الجوية نتحدث كنادي وهو حمادي أحمد قائد الصقور يتحدث عن هذا الموسم ويتحدث عن أمور شخصية لحمادي أحمد ماذا قال لوقت إضافي دعونا نشاهد كل الفرق منافسة أكيد بعد الدوري المرحلة الثانية بعدها طويلة وإحنا ما أحسن من الذقب أعتقد أن الفرق البقية المنافسة ويانا أيضا أنه منافسة بقوة وإحنا ما يهمنا طبعا أنه للفرق البقية نحن نركز على مبارياتنا فقط حمادي كبر حمادي لازم يعتزل حمادي ما راح يسجل ما راح عنده لصيد السنين الأخيرة موزيا هذا الموسم المباريات الأخيرة هل هو رد من حمادي؟ والله بصراحة عادة أني أحترم وجهة نظر كل اللي يتكلمون وكل مني يعطي وجهة نظره أنه أنا اليوم لاعب بالفريق في أي وقت يحتاجني المدربة أني أكون جاهز الحمد لله شكرون مثل ما تعرف أنه لي لعبين ممكن ويهيش لاعبين بنادر القوة الجوية أنه يقدر يسجل الهداف ويقدر يرجع للواجهة وأنت تعرف أنه أنا آخر ثلاث مباريات للقوة الجوية مسجل أربعة هداف بغياب أيمن حسين فهذا الشيء ينحسب إليه ويحسب للكادر التدريبي فأنا جاهز قلت لك بأي وقت يحتاجني المدرب وذا دقيقة وذا دقيقتين وذا ساعة فهنا موجودين وجود أيمن بالفريق كمهاجم ونداف القوة الجوية مع وجود أمجل راضي أيضا حافز لحمادي ولد عنده نوع من الغير طبعا الغير الإيجابية والله بصراحة أشوف وإحنا دائما أنه ما نلعب دائما أنه أنا أوجه يعني أيمن أنا ولا أمجل راضي دائما أنه نوجه أيمن فأكيد أنه تشوف سر النجاح اللي موجود بمهاجمين القوة الجوية هو الحب بيناتهم والألفة بيناتهم فأحنا ما يهمنا أي لاعب يلعب أنه إحنا هو اللي يهمنا هو فوز الفريق فأنا أتمنى أنه أيمن يحصل على لقبة الداف الدوري فهو يمكن ما عند هذا يعني ما عند هذا الإنجاز الشخصي إليه أنا الحمد لله ما أخذنا يمكن بالمسيرة الرياضية أربع مرات اثنين بالدوري واثنين بالطولات خارجية بس إحنا ما عندنا هذا الشي إحنا بصراحة نساعده يعني واحد من الناس يومية يمكن أنه دامو يومية حتى بالمباريات بالتوارين أنه نطي بعض النصائح وهو يعني طموح هو مشتهد ويأخذ أيضا بالنصائح والحمد لله واتمنى لنا أن يأخذ الداف الدوري فهذا الشي طبعا أنا ما مزعوج منه أبد بالعكس هذا فخر عليا وأرتاح جدا أنه يسجل الهداف على طارق البطولات الخارجية واتقالتها الداف لبطولات خارجية تقترم موعد من الحق بطالها سيابو مشاركة عربية ممكن القوات الجوية ونشوف حمادي دائما كل ما تقترب يرجع حمادي حافز رسالة لا بصراحة أنا قلت لك أنا يمكن اللاعب الوحيد يمكن ما أمضغط يعني من أي شي حتى إذا تكون النتائج سلبية أنا دائما أتحمل الضغط دائما أبعد اللاعبين أتجنب اللاعبين من الضغط يعني دائما أنه ما يعني أقول وأتكلم لبعض من الجماهير أو الأخوة أقولهم أنه ضب الضغط أو الصوت كله يخلوه علي يعني أتحمل هذا الموضوع لأنني بصراحة ما أمضغط حسب التجربة واللي مريت بيها واللي في نادر قوات الجوية وأرفت كل شي يعني أعرف شون أطلع من الضغوطات فأنه كل واحد يطمح أنه يلعب أنا بصراحة أنه ناقصتني هذه البطولة وأتمنى أنه قريب القوات الجوية التوج باللقب حتى إن شاء الله نشترك فيه بطولة أبطال آسيا وأكيد أنه أنا أتوقع أنه راح نكون يعني أنه بصمة في الأبطال طار الضغوطات كلمة هواين حجت قالوا حمادي ضيع المشيت يعني الإدارة واللعب الآن حمادي شي يقول أو أنت نادم تركت العمل الإداري أو لا بصراحة والله بصراحة أنا قلت لك أنه أنا الشرف أن أخدم نادي القوات الجوية في كل الظروف وأي شي يحتاجني نادي القوات الجوية أنا راح أكون متواجد خدمة النادي فالإدارة إن شاء الله ما تروح يعني لإدارة النونية صحيح استقاليات الإدارة أنه بقيت معنا هذه القوات الجوية وخير دليل أنه يعني بقائي بالفريق بالنادي أنه هذا المباراة الأخيرة أنه أنا حسمت المباريات مع زملاء اللاعبين الكادر التدريبي فأنه هذا شي يعني أنا ما مزعوج منه أنا موجود من هذه القوات الجوية في أي وقت أنه أنا راح أكون متواجدة موسم الماضي قلت لي إلي تحديدا الوقت إضافي أنا بس أريد داخد دوري وحتى يكتفي وخلاص وانهي مسيرتي الكروية لازلت عند هذا الموضوع ونضاف لك حافز الزوراء تدير الكلاسيكو جاي رقام قياسي ورجعتك حس أنت موقت الموضوع؟ والله بصراحة أشوف قلت لك أنا عندي حسابات أكو أرقام قليلة يعني أريد أنه أحققها مع القوات الجوية يعني حتى أسيطر على كل الأرقام القياسية من هذه القوات الجوية يعني شيء مقليل أنه تعبر الهدافين كابتن ولي الضهد أحمد أخضير أكرم عمان ويرزاق فرهان فهذا الشيء طبعا يحسب إلك فأني أطمح للتحطيم لأرقام القياسية فباقي الشغلات قليلة أطمح لنا أكيد أنه أريد أحققها وأكيد أنه لقب الدوري هذا الشرف إليه وأنه يصر عندي اثنين لقب دوري مع القوة الجوية شكرا جزيلا لحمادي وبالتوفيق له شخصيا ولنادي القوة الجوية في مشواره في دورينا وبصراحة القيادة مسهلة لأنه القيادة تحتاج شخصية معينة تحتاج إلى ثبات واستمرارية تحتاج إلى أوقات في أوقات الشدة يظهر القائد ويقود الفريق وبالتالي كلام جميل من حمادي أنه يتحلى بالثقة مساعدة الفريق زملاء الهدافين قضية الإدارة واللعب هناك أهداف قد تؤجل فبالتالي حلو من نشوف فيش تصريحات كابتن خلف حلو من تسمع واحد يطلع بالتلفزيون بهذه الثقافة ويتكلم بهذا الاسلوب هو هذا اللي يفرحك يعني مرات أنت تطلع أحد يتلعثم أمام الكاميرا ما يعرف ما يعرف شي يقول اليوم من تتكلم من تسمع هذه الكلام الجميل من حمادي تحس أكون كران ذات عند فريق أكو ثلاثة هجومة بينهم واحد جديد واثنين أخلي نقول عليهم فترين دول المحاربين قدما أو له حتى أرقامهم في تاريخ الهدافين الهدافين يعني على طول الخطوة الهداف زين اليوم جاي بيناتهم أيمن يقول لك احنا سند الأيمن أيمن شاب احنا حققنا الكثير خلي حقق هو الشي القادم الشي راع جدا إذا لعبت دقيقة ودقيقتين أو شوط ما يعني لشي سجلت أو ما سجلت ما يعني لشي هذه رسالة المين بلبس اللي يمكن سمعنا كلام الرزاق فرحان قال كلام جميل قال اليوم لعب كرة القدم هو يقصد الاندية الأخرى ما يفكر إلا في نفسه ما يفكر بفريق يفكر هو وش رح يقدم شو وكت يسجل على أساس أنه السنة القادمة يحصل عقد أفضل اليوم هاب هذه الروحية الروحية اللي موجودة اعتقدانه في ناذي القوة جوية حاليا تحس أكو روح الفريق الواحد ابتداءاً من المدرب والكادر اللي داري مع اللاعبين ولهذا هذه الروحية اللي هي مو فقط أنت تقدم معارياً وتكتيكياً والنتائج لو ما أنت عندك هاي الروحية الجماعية اللي موجودة بالفريق هاي اللي وصل في الفريق أن يكون في مقدمة الدوري ويمكن هو بطل الشتاء وبطل الصيف رحي ممكنة بأن المباراة والمباراة نحقق العلامة طيب طبعاً أيضاً من حسن حظ القوة الجوية يعني بعد إصابة هداف الدوري وهداف الفريق أي من حسين عوض مكان حمادي بعد أن راهن والكثيرين قالوا حمادي خلص بعد ما عنده شي قدمة لكن حمادي عاد وقاد الفريق في ثلاث مباريات وسجل أربعة أهداف عدهم مباراة مهمة مع الصناعات وبعدها سيأتي لكلاسيكوم مع الزورة طبعاً أيضاً في استفسار عن موعد عودة مباريات كأس العراق التي ستكون خلال يعني أيام الفيفا دي خلال ذهاب المنتخب الوطني إلى معسكر أوزبكستان الزميل قحطان المالكي الناطق باسم لجنة المسابقات وضح تواريخ وعودة بطولة الكأس نسبة لبطولة كأس العراق لجنة المسابقات ارتأت تعود من جديد يومي إن شاء الله يوم 23 أو 22 من هذا الشهر رح يكون الدور 16 بعد ذلك بأيام رح يكون الدور الثمانية ومن ثم فقط يتبقى أربعة فرق والمباراة النهائية عندما تحين فرصة أيضاً مباريات التوقف منتخبنا سيسافر أيضاً بعد ذلك ويسافر لمعسكر آخر أو مشاركة في بطولة كأس العالم سيستأنف دور نصف النهائي والمباراة النهائية فأحتقل إنه بطولة كأس العراق ماشية ولا صح عليه طبعاً نجدد الشكر للجلسة المسابقات انسيابية عالية بتنظيم الدوري وحتى مسابقة الكأس على أن يعني إن شاء الله هذه السنة تختتم بشكل لائق نتحدث عن بطولة الكأس وأيضاً عن دوري الكرة الممتاز غداً إن شاء الله تنطلق مباراة الجولة الثانية والعشرين من دورينا بإقامة ثلاث مباريات ودعونا نشاهد مباريات الجولة الثانية والعشرين الكرخ سيلاقى الديوانية أولى المباريات في الساعة الثانية ألا ربع ثم الزوراء سيلاقى الطلبة في ديربي بغدادي على ملعب الشعب في الساعة الرابعة ويقتتم يوم غد بمباراة نفط ميسان ونفط الوسط ديربي نفطي على ملعب ميسان الدولي في الساعة السادسة والربع يوم الجمعة ستقتتم مباريات هذه الجولة إن شاء الله وهناك مواجهات مهمة الصناعات الكهربائية في تحدي أمام المتصدر القوة الجوية مباراة ستلعب مبكرا على ملعب الصناعة في الساعة الثانية ألا ربع وأربيل سيستضيف القاسم على ملعب دهوك في الساعة الثانية ظهرا وأمانة بغداد أيضا يستضيف النفط ديربي من نوع آخر على ملعب أمانة بغداد الكهرباء مع الميناء ونفط البصرة يستضيف الحدود زاخو يحل ضيفا مباراة حساسة ومهمة للفريقين زاخو يبحث عن المواصلة والشرطة يبحث عن ذاته في هذه المباراة ختام الجولة سيكون النجف مع السماوة على ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة والربع كابتن خلف خلينا نتحدث قد تكون أبرز مواجهات هذه الجولة الزوراء والطلبة كيف ترى هذه المواجهة أنت ابن الطلبة وعشت بالطلبة وعشت معاناة الطلبة بس شنك بالفترة الأخيرة سحبت نفسك مليت ولا أخو شام والله ما مليت ممكن هذا سؤالة كنت تسأل وكثير من الجمهور يسألون يمكن وأنا ناشد جمت ناشد على طول الأخوة بالمجلسة لدارة أقولهم بس بطل وخلاص وصلت إلى حتها سمعتم ما فيه الكفاية من الشتائي والسباب صرت منبوذين خلاص بس فيك فيه المهم بالأخير قد يكون لهاشم يعلنه أبو سجاد أنه إحنا رح نستقيل ونترك العمل اليوم نادق طلبة في وضع لا يفسد عليه حقيقة يعني تقول لي أنت ليش بعيد مرات تكون عندك أوراق تريد تقدمها تعترض بها بين نزاهة بين وزارة وكذا أنا ما أدور على هذه الأوراق على العالم فيمكن اللي صد لهذه المهمة الأخباس مع أباس تحياتنا إليه فأخذ على عادقة هذا الموضوع وهو مش بيه بس إحنا قلوبنا مع النادي يعني مع أي شي جديد قد تكون نظرتنا المستقبل النادي مختلفة تماما عن الآخرين يعني أنت شاهد عيان على أجيال يعني من أتكلم لك على إحنا بدايتنا القوية قوية من 1978 إلى من وصلنا للألفينات بداية الألفينات سنوات الإنجاز البناء الحقيقي للطلبة مو أتكلم على نادي الطلبة اللي هو نادي كرة قدم لا أنا مو هذا موضوع هذا الكيان أكبر من هذا بكثير يعني أنا يوم اللي يمكن على وهي بأشار إشارة كتب موضوع ما لكم كيف تعكمون وهذا الرجل بيناتكم كان يقصدني لي هذا اللي يكون رئيس النادي إجت الردود كبيرة ناس أصوروا فعلا أنه كابدن خلف يريد يصير رئيس النادي يمكن إجتني الاتصالات من كل أساتذة الجامعات القدامة ربعني مدربي المنتخبات في كل اللعب نساء رجال إحنا كنا أبطال الدولة أبطال العراق في كل الإلعاب يعني سلة طائرة كرة ساحة وميدان ملاكمة مصار رجال ونساء أما نتكلم لك على النساء فإحنا نساء كلها مكتسحين هذا النادي نقدر الرجعة كمكان هاي نظرتي أنا أنا ما أقول نادينا هو كرة قدم وبعدين أنا رئيس نادي وأتعاقد مع سين من الناس إذا ما عندي الأموال لسين من الناس ما أتعاقد ما أعرف أكذب عليه لأنه اليوم معظم هروب اللاعبين نجوم عن الطلبة هو عدم المصداقية وانت يمكن سمعت باي السؤال نحن عايشين عايشين حتى ملينا العالم ملت زين مش وقت تكون مصداقية بإدارة جديدة حتى يجيك اللاعب يقول لك أول شي أنا أحب النادي وبعدين أجيك أنت لأنه أنت رجل صادق فأنا مستعد ألعب لك مباراتهم أنا بتصوري مبارات صعبة لكن الله يساعد الكادر التدريبي ومدير الفريق اللي هو وميض خضر أنه شو رح يجمعون هاي اللاعبين شو يرجعون هاي الروحية لدى اللاعبين قبل لا تطيري رأيك الفني خلينا نستمع لسيد راضش نيشل دور ابنالي الزورال كابتن العزيز راضش نيشل قال عن وضع الفريق خصوصا بعد التعادل الأخير وعن فريق الطلبة شنو رح يكون يعني تحضيرات أو شون وصف الطلبة في هذه المبارات وعن وضع بشكل عام خلونا شاهد مرحلة ثانية أنا قلت سابق مرحلة لا تعويض حقيقة النقاط اللي تستنزفها ما تعويض أتمنى طبعا نلاعب أنه يغلقون ملف عن وجهة ناظري المبارات لا تمت لكرة قدم بصلح حقيقة لدى كان غير جيد بالنسبة لفريقنا لم يقدم مستوى طيب المهم حالة طبيعية أعتقد بعد المتشود اللي يبدل في المباراتنا مع الشرطة حالة طبيعية يصير هبوط بدني وليس هبوط فقط فني المهم الطلبة طبعا وراه الجوية أنا أعتقد الفرق الجماهرية عندما تلعب فيما بينها هنا يظهر ويتجلل التاريخ حقيقة اللي توقع أنه مباراتنا مع الطلبة سهلة وفريق طلبة يمر مشاكل أو بعض الأمور لأن شاهدت الطلبة حتى في خسارة الأخير مع الصناعات لم يستحق الخسارة كان فريق جيد ووصل المرمى أكثر مرة لكن سبحان الله في بعض الأحيان التوفيق لم يحالفه فعلى جميع لاعبيننا وحقيقة يكون تركيسه معالي يجب أن ننظر لثلاث نقاط خسرنا مبارات نقاط كثيرة حقيقة في الفترة الماضية علينا أنه إذا أردنا نستمر نحافظ على مركزنا ونضغط على الفريق المنافسي لقود جوي ألا نخسر نقاط كثيرة في هذه الفترة تمنيات ودعاء اللاعبين أن يكون أتم الحضور والتوفيق في هذه المبارات شكرا جزيلا لسيد راضي شيء بك هي الواقعية وبلا هذه المثالية الزائدة وسمعت التصريح إلى الآن لم يستهين بنادي الطلبة يقول لك بعيدا عن ظروفه نادي الطلبة في المبارات الكبيرة كديرا تاريخ خصم صعب حتى وجه رسالة اللاعبين على يوم التركيز لأن المبارات ستكون هو ما أخذ المبارات على محمل الجد يعني مو لأنه الطلبة يمر بهذا الظرف إحنا بسهولة رح ندخل للمبارات ورح نلقى الطلبة صيد سهل وممكن أن نفوز عليه بسهولة شيلوا هذه من بالكم إحنا مبارات لنسيانا أمام النفط وقبلها كنا مقدمين مع الشرطة وحصلنا على ثلاث نقاط من فريق الشرطة لكن حتى نعوض الإداء اللي قدمنا أمام النفط ونعوض النتيجة لا تعتقدون أنه فريق الطلبة صيد سهل ولهذا رح يرادلكم جهود مضاعفة حتى تفوزون على فريق الطلبة ربما الطلبة باشر يدخلون يمكن هو الظرف صعب مو طبعا لكن يمكن لو كان هناك أحد يقعد مع هذا الفريق أهى أنت لا تحش يمكن بأهم نقطة أي أنت الموضوع النفسي الحال النفسي أشتيدك قبل نشام اليوم شنو اللي ينتش لدولة شنو الحدث شنو الصورة شنو الكلام اللي راح أقوله اللي يسبق قبل دخول المباراة قبل الملعب أوكي ش راح يقالي لهم أسمحهم كلام راضي راضي طهم دفع معنوية كيف سرح أقولك شي راضي ما قال لا راضي جدا ذكي لو يمكن أكو غير راضي يقول لك إحنا إيه باش راح نستغل الظرف اللي موجود عليه الطلبة والطلبة كذا كذا وإن شاء الله الثلاث من قاتل يجيب راضي كان متوازن جدا لأنه رجل محترف التقييمة لفريقنا هذا الطلبة أمام لاعبيه وحتى قال مباراة النفط هي خلي ما نعتبرها مباراة كرة قلب للنسية لا تمت لك يعني نريد نلعب طوبة خلني نلعب كرة قلب ولهذا شو راح أقول لك يعني نادر جماهير الزوراء ولاعبين الزوراء وإدارات الزوراء أحيانا حتى ما يقنعون بالفوس إذا كان على حساب المستوى هم يدورون على المستوى ويدورون على النتيجة حتى ما يكونوا مبعيدين عن البطل وأنا باعتقادي أن البطولة راحة باتجاه الصقور زيان لأنه دي يقدمون مستوى ويقدمون نتائج فأعتقد أنه حتى ما يكونوا مبعيدين خلينا نلعب كرة قدم وشي يجي من المباراة إحنا نتقبله ولو صعب التوقع بس كيف تتوقع هذه المباراة الزوراء ما عنده فرصة غير الفوز يقول لك الجوية ممكن يروح بعيد عنه أعتقد الزوراء راح يفوز الزوراء راح يفوز توقع بس أنت اليوم تكلمت على هذه المباريات وأنا بدي حتى ننهي البرنامج يمكن أول أسبوع شاهدت مباراة الدوري تقول لي من النادي اللي عجبني أول أسبوع رغم أنه خسر المباراة فريق القاسم إذن أنا وياك بالتفقين شكرا جزيلا كابتن خلف شكرا لحضورك معنا اليوم وإن شاء الله تتجدد اللقاءات في الأيام القادمة شكرا لكم مشاهدين الكرام الوقت الإضافي لهذا اليوم انتهى غدا إن شاء الله لدينا وقت إضافي جديد إلى اللقاء شكرا للمشاهدة